السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر رهو مراتب أربعة يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق جمعها الناظم في قوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وإيجاد وتكوين العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء لا يخفى عليه شيء حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع الثاني أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب بقادير كل شيء إلى أن تقوم السعر كل شيء مكتوب الراء الثالث المشيئة هذا يقول الآن بعد الدرس أريد أذهب إلى الفندق شاء الله أن يذهب إلى الفندق ذهب شاء الله أنه لا يذهب والله لا يمكن أن يذهب وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الرابع الخلق فالعبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوق والله خلقكم وما تعملوا الله خلق كل شيء هذه مراتب أربعة ماذا أصنع أنا؟ لابد أن تؤمن بهذه المراتب الأربعة تحسن الظن في الله تقول أن الله اختارني بأن أكون من أهل السعادة أصلا الله يجعلني وأكون منهم من أهل الجنة أعمل أسعى لهذا وأنا مؤمن أدعو الله وأعمل وأحسن الظن في الله وأتجنب طريق أهل الشقاء وأدعو الله أن يجنبني هذا الطريق وإياكم يا رب أحسن الظن في الله أجمع بين العلم والعمل والدعاء وحسن الظن وبهذا أجمع بين القضاء والقدر مفهوم؟ لكن بعض الناس نسلها في السلامة يشرب الخمر وتسأل وتقول لماذا تشرب الخمر يقول له الشياء الله ما شربت الخمر مفهوم؟ إيش تسنع معه؟ تضربه حتى يغم عليه تضربه حتى يغم عليه فإذا أفاق من الإغماء وقال ليش تضرب؟ قل قدر الله قدر أنا أضربك اقتنع اترك ولم يقتنع اعطي الثانية مفهوم؟ أو خذ ما في جيبي أي شيء وكسر وقطع النقود لماذا؟ قل قدر الله أشحصني عليك أنا مفهوم؟ لا أنت تقدر الخير لماذا تقدر الشر؟ ولماذا لا ترضى أن تتقطع النقود؟ ولماذا لا ترضى أن تكسر القدم مثلا؟ إذن لابد أن تحسن الظن في الله وتعمل عمل أهل السعادة ولا تعمل بعمل أهل الشقانة صلى الله عليه وسلم والله أعلم